نحاول نأخذ أكبر عدد مع الكتل على المستوى الأقليمي والدول مثل الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي لتحقيق أكبر عدد ممكن من المنافع على مستوى الوطن العربي حقيقة سؤال جميل وبالأمس كنت في نقاش معه معه للأمين العام للأمم المتحدة تقريبا عن نفس الموضوع أن دور المنظمات الدولية أو الأقليمية كجزء من المنظومة الدولية للقيام بدورها في تحقيق السلم والأمن والازدهار والتنمية وهذا بالفعل اليوم لو شفين البيان الصادر أو الإعلان بتلاحظين أن بالقرارات وفي المبادرات نعمل على القيام بدورنا في تنمية وتحقيق السلم والأمن في المنطقة لكن لابد كمنظومة متكاملة تتكون من كتل ومنظومات أن يكون التعاون فيما بينهم أيضا وكذلك التعاون مع القوى الكبرى والأظمى فالمجموعة العربية ويمكن والجامعة العربية أكيد يعني معالي الأمين العام راح يمكن يوضح أكثر مني لكن هناك حوارات استراتيجية شراكات استراتيجية بين الجامعة العربية ومثل الاتحاد الأوروبي ومثل المنظومات الأخرى العالمية وكذلك مع الدول العظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية مثل الصين الصين راح يكون فيه مؤتمر عربي صيني كانت فيه قمة عربية صينية أيضا مع اليابان وراح يكون أيضا فيه مؤتمر عربي ياباني عن قريب وأيضا المنظومة العربية جزء منها المنظومة الخليجية مجلس التعاون وكذلك مجلس التعاون يقوم بنفس الدول وهو مكمل للمنظومة العربية فلابد من هذا التعاون وأعتقد أن مع المستقبل وخططنا الاستراتيجية يجب أنه تكون مركزة على مثل هذا التعاون وهذه العلاقات ومد الجسور مع المنظمات وقيام المنظمة بدورها وبالأخص في الفصل الثامن لميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو يحث المنظمة الأقليمية بالقيام بدور لتحقيق السلم والأمن والاستقرار والرفاه في المنطقة بدون استخدام القوة طويل عمر تحب الطيف على العلاقات تحب الطفل